مساء الخير اليوم رح نعمل مع بعض وصفة سهلة ولذيذة رح نعمل صفيحة لحمة وبطل وصفتنا لليوم خبازة هوم إلك الكهربائية و هوم إلك ماركة حصرية لدى قصر الأواني إيش مميزات خبازتي؟ ما شاء الله تنفع لكل حاجة بيزا، خبز، فطاير واليوم رح نعمل بيها الصفيحة صفيحة لحمة شوفوا سطح غير قابل للالتصاق فيها نافذتين زجاجية مزودة بمؤقت تخليني أقدر أتحكم بدرجة الحرارة ف وبالتالي كل المخبوزات المعجنة، أي شيء أخبوزها فيها بتزبط لأنه فيه مؤقت أقدر أتحكم بدرجة الحرارة 2600 واط خبازتي كبيرة 45 سانتي 220 بولد وضمان 3 سنوات مقادير العجينة عندنا هنا 3 أكواب دقيق نص كوب زيت زيتون وعندنا هنا مبدئياً رح نحتاج لتلتين كوب موية إن أحتاجت زيادة رح أزيد ورح أكتب لكم المقادير آخر حاجة عندي هنا ملعقة صغيرة سكر رشة ملح ملعقتين صغيرة خميرة بكل بساطة هذه مقادير عجينتنا طيب هنا عندي الدقيق راح أضيف الملح أخلط الملح شويك هنا أضيف السكر عندي هنا الخميرة أخلط المكونات الجافة كلها سوا أضيف زيت الزيتون أفرق زيت الزيتون مع المكونات الجافة بالطريقة أضيف الماء أخذت معايا 3-4 كوب موية صار عندي عجينة لينة أو نقدر نقول متوسطة الليونة لا تلتسق باليد ستركها تتخمر على بال العجينة ترتاح وتتخمر راح أجهز الحشوة في قدر على النار في شوية زيت زيتون راح أضيف البصل بعد ما يتبلى البصل نضيف اللحمة المفرومة نرلب ونفتك نضيف باجل المكونات نخليها كدة تمضخ خمسة دقائق وبعدين نضيف باقي المكونات نضيف مكعبات الطماطم على نار هادية نتركها تتسبك شوية هنا عندي ملح فلفل أسود كمون وكزبرة ناشفة راح أضيفهم بعد كده نضيف معجون الطماطم وأخيرا راح نضيف الصنوبر المحمص ونقلب وكده الحشوة ستكون صارت جاهزة أحبطها وأقسمها لكور صغيرة بدأ الحجم حنبدأ نفرد كل قسم ونحشيها هذه الحشوة جاهزة نضيف كورة ونبدأ نفردها على شكل طولي حاتب حجم الصفيحة حسب رغبتك حشم الصفيحة حسب رغبتك م rape سوف نأخذ ملعقة من الحشوة ونضعها في النص ثم نطبق العجين زيكرة حيث تكون مفتوحة من النص كده خلاص صارت جاهزة للخبز أكمل الكمية كلها وارجع لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر خلصت من حشو وتشكيل صفايحة اللحمة حخفزها على دفعتين صفيت الدفعة الأولى في خبازتي اللي بتتميز بسطح غير قابل للإلتصاق حتحكم في درجة الحرارة وأعايرها على 140 أستنى إلي أن تتحمر وتاخد لون لطيف من تحت بعدين أرفع درجة الحرارة وأحمرها من فوق كده الصفايح صارت جاهزة راح أخوز الدفعة الثانية يلا بسم الله والدفعة الثانية والدفعة الثانية صارت جاهزة وهذه الصفايح صارت جاهزة راح أوريكم كيف ممكن نزينها هنا عندنا روب لبن زبادي كل اللي عملته إنه خلطت الروب بالشوكة إلي نصار زي كده بدل قوام دحين راح أحط ملعقة صغيرة في النص بدي الطريقة شايفين ما شاء الله لون العجينة كيف يجنن حتى بدون ما أدهنها أي بيض أو أي سائل للتلميع والتحمير وبعدين نزينها بشوية صنوبر بدي الطريقة ناخد بكدونس أو كزبرة نزينها كده في النص وصفايح اللحمة صارت جاهزة سهلة ولذيذة وتنفع كمان لفطور رمضان ممكن عشاء وممكن كمان كمقبلات مع الغداء ألذ صفايح لحمة ممكن تدوقوها جربوها مرة لذيذة وطبعا ما أحكي لكم عن النتيجة الفنانة كيف شوفوا التقميرة من تحت تجنن شوفوا كيف مقرمشة ولذيذة وتاخد العقل مقرمشة من بره من جوه فيها كده طراوة وهشاشة رائعة النتيجة هادي أعطتني هي الخبازة خبازة هوم إلك من قصر الأواني كالعادة ندوق رائعة رائعة العجينة كده الترفة والدوب في فمك مقرمشة رائعة رائعة أنا حب كده أفردها خفيف إذا أنت حابة تفردها شوية ملبلبة براحتك تجنن